اشتركوا في القناة التي تخدم مسيرة النهضة التنموية لكل ما من شأنه تقدم رفعة الوطن ومصلحة المواطن اكد جلالة الملك المفدى ان المملكة مستمرة في تبني البرامج والخطط لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية التي تعزز من ريادة البحرين وتطورها وتلبي تطلعات ابنائها الكرام في مزيد من التنمية والرخاء والتطور واشاد جلالته ايده الله ورعاه بالجهود الانسانية الوطنية الحثيثة التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء للتصدي لفيروس كورونا كوفيد تسعة عشر والتي حققت نجاحا متميزا من خلال عمل الفريق الوطني الطبي وبتكاتف من مختلف الجهات المعنية يساند ذلك وعي وتلاحم اهل البحرين كافة موجها جلالته الشكر والتقدير لجميع الكوادر الطبية والفرق الداعمة لما يبذلونه من جهود استثنائية وتفانيهم في سبيل توفير الرعاية الصحية والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين واكد جلالته حفظه الله ان العالم اصبح الان اكثر تفاؤلا بانتهاء هذه الجائحة من خلال مواصلة الابحاث لتوفير اللقاحات المضادة ما يعطي املا للبشرية لعودة الحياة الى طبيعتها قبل هذه الجائحة وان مملكة البحرين حريصة كل الحرص على توفير هذا اللقاح الذي سيكون متوفرا ومتاحا لجميع المواطنين والمقيمين بصورة امنة وبيسر كما اشاد جلالته ايده الله بمستوى الجهود والتحضيرات لتنظيم سباقية الفورمولا 1 في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا وهو ما يعكس ما تمتلكه مملكة البحرين من امكانيات عالية لانجاح هذا الحدث الرياضي المهم معربا جلالته عن شكره وتقديره لجميع القائمين على حلبة البحرين الدولية على ما قاموا به من عمل وطني مخلص وحرصهم على توفير كل الامكانات والتسهيلات بما يسهم في انجاحه شكرا